مش أعلى هو رس هتيجي لعملية معا طيب هل ينفع ان لعب كورة يبطل كورة يخش يمسك مدير فني في التحاد ولا ده ولا هو ده المكان ده مكان إداري بحت لا هو إداري وفي جزء فني لكن ما ينفعشه طبعا ما ينفعش في دراسات ودورات وخبرات طبعا في خبرات بتبقى موجودة بيشتغل بيها طبعا انت فين دلوقتي أنا دلوقتي لسه مخلص معك روش ما عنديش عروض في الدوري المصري عندي مشروع كبير بعملهم لا أنا بتكلم على هنا داخل قهاء داخل مصر داخل مصر اه انت مالكش صحاب من الوكالاء اللعبين لا ده قصة وكالاء اللعبين دي صعبة جدا قصة صعبة جدا والتحالفات ما بين مسؤول الأندية واللعيين والمدرب هو وبعض المدربين قصة صعبة ومش اي حد قدر يهد انتهينها يعني اه هي مش اي حد لانه المستوى فيها نزل 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 المستوى نزل فلازم تعمل حاجات معينة علشان تكون في المكان ده او مكان ده مم وبقى حتى المسؤول مش مسؤول ليه لان المسؤول ما بقاش خايف كمان على فرقته لانه بيكرر الغلط ومشي ده ويجيب ده ويكرر ويمشي ده ويجيب ده فالعملية فيها فيها بيزنس فيها يعني فيها بيزنس خلينا نتكلم كده دارك طبعا انا محبش اللفه ودور اه يعني والوكيل مع اعضاء مجلس ادارة ومع سواء اتحاده الكورة او الاندية وبتاع بيمشي المدرب ده ويجيب المدرب ده طبعا بيفرض لعيبة على الاندية وده بيحصل عشان كده انا بقول للسادة المسئولين للسادة المسئولين خب بالك من ناديك ونتيجه يعني ما واضح واضح كابتن احنا السنة دي عشر فرق من 18 بيسرعوا الهبوط لقبل لنهاية الدورة المدشين ده مؤشر كويس ده مؤشر خطر جدا للكورة انه على ان الكورة في الاندية وخب بالك العشر عندية دول تقريبا لو عمل احصائية القوسي هيلاقيهم كل نادي مغير مدربه في نفس سيزون مرتين تلاتة مرتين او تلاتة اه والداد اللي قال لي حسامها من بعد يعني يعني مرت هبيش منافسة على لا ما كانتش فيه منافسة طيب انا عاوز هاعرض عليك اسامي وتقول لي تعلمت منهم ايه تمام جوزيه جوزيه تعلمت منه انك تعلمت منه طبعا الصبر بتعلمت منه الجرأة انك ممكن تغير بعد تلت ساعة ايه واعتأخر نفسك لما تشوف حسب سر المباراة لما تشوف ان فيه خطر احيانا بتصبر المدربين يقولك طب بين شوتين طب نصبر عليه شوية يبقى كويس انت هنا هو بياخد الرزق يقولك لا يطلع هان انت من المدرسة دي اه تعلمتها منه اه تعلمتها منه بشكل كويس خد جرأة واعمل ده تعلمت منه انك ممكن تنزل اللعيب مكان حد وتأمل فيه حاجة وتغيره وما يعملهاش فتروح مغيره تاني هو هو نفس اللعيب وده رب عاوز مصلحة التيم يعني انت ممكن تعمل ده اه فمصلحة التيم انا شفت ده وشفت ده مع كروش عملناها مع شريف ايوه وماشي الكاميرو نزل وكان فضل لنا تغيير لا كان فضل لنا تغيير والما وراها راحت للشط الرابع ورايحة لدربات الجزاء وكان فيه حد عايزين نزله عشان دربات الجزاء زيزو وكهو تغيير اللي فضل لنا فقعدت احسب معاه قال لي ما فيش غير شريف قلت له طب احنا نزلنا لي انا عارضت عليه من الاول نغير زيزو وهذا الشريف قال لي انا حاس ان شريف هيجيب جون في الشط الرابع وجات له واحدة فعلا وجات له واحدة اه فقلت له اوكي خلاص مصلحة الفريق نعمل التغيير اه الدنيا هاجت علينا ان احنا نزلنا الشريف وطلعناه ايوه وانتو اثرته في نفسيته وبتاع فيوميها عملنا التغيير وكسبنا في دربات الجزاء وزيزو شاد وجاء في دربات الجزاء وانا اللي روحت هو كان مطهود قال لي روح المؤتمر الصحفي وتحكي قصة شريف وليه وهو راح يعتذر له قبل ما نطلع من الملعب وقال له انا عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا لكن في النهاية مصلحة التيم طبعا وايتسا وايتسا المدربة الصامت انت حضرته شوية كان لا انا 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 هو انا ما حضرته ايوه سبعة اه كابت سابت اللي حضره في الخدق سابت والخطيب لحوة مالحوش الخطيب لا لا اه كان راجل هادي جدا اه زكي مهما كان الكابت انتره يقعد يزع جنبه وهو مش هنا ولا هنا مركز مع فرقته كان مركز جدا وكان دخل طريقة طريقة 3-5-2 اوه يحددخل هو طور طور كرة كان مدرب مؤدب جدا وكان عادل جدا مهما يعني يعدل مرة جي قالك انا همران 18 لعيب بس كاب صراحة وصلا انا هعمل ايه في بقية اللعيبة قال له انا هعمل ايه قال له انا همران هم بس يقابلي يا بعد طيب الكابتن الجهري لا الكابتن الجهري العظيم الله يرحمه ده كل حاجة المعجون كرة علمنا كل حاجة في الكرة واحنا في واحنا بنلعب بتبقى ميزة انه تبقى مع حد وانت بتلعب وبعد كده ببطر وتبقى معاه وانت مدرب انا حصلت معاي هنا اه حصلت معاك صح اه 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 لا لا كان معجون معجون كل حاجة وسابق احنا مرة بلعب البلاستيك وتخافتيكير و идеالابنا 00 اه اها كان شف اللي جاب الجول شف هو فغله نمت حط رمضان اه وابعديها عندنا ماتش مهم جدا فجالنا سليهم بقى احنا كلنا مكتئبين هو منامشي هو خد الماتش مانتجه وجاب كل الحاجات كويسة احنا عملناها في الماتش انتو زهنين ليه هي الكرة كده تعالها فرقكوا على حاجة بان احنا اللي كنا بنلعب مبارح كده في الماتش ده لا لا كان عنده كمان صبر غير عادي غير عادي بصراحة دكتور عمرو ابو المجد ده ابونا الروح ربنا اديله الصحة هو اللي حط الاساس بالنسبالنا وحط الطريق من من تعليمات من نصايح من كم اتكلم في مشاكلنا اول مدرب عمل لنا وطهرب وزيد عشان كانت اجسامنا صغيرة وجبة كل يوم نروح لعمة تورك الله رحمه وعمة عبدو اللي هي الاسكالوب تسعة واربعين دي التمرين كان تلات ايام في الاسبوع انا كنت باجي من معادي كل يوم عشان الاسكالوب عشان الوجبة اللي بلاش كانت وجبة كنت اجي تاكي الجمل انت برضو مواظب اقوله ما انت مواظب يقولي عشان الاسكالوب فكنا يعني الكابتن عمر عمل معانا حاجات جميلة يعني بصراحة كابتن انور سلامة الكابتن انور برضو انا اشتغلت معاه اا وانا لعيب اا واشتغلت معاه مدرب مساعد لي انت اتفرجت عليه هو بيلعب اتفرجت في اخر يعني انا كنت موجود في ماتش جلاد بخ الملعب الصغير الكرة اللي جابها جون انا لعبتن انور لعبتي معاه واتمرنتي معاه وكله كان دماغه في الكرة كبيرة بس كان نرفز اا عصب الشر كان سريعا نرفزة اا كنت لعب معاه تحت قيادته وساعدته في امبي مدرب كبير جدا كل واحد ليه طابع مختلف لكن بتستفيد منهم كلهم مدربين كبار قبل ما ادخل بقى على القضايا العامة والاسئلة السريعة والاجابة